أخواني الكرام في مسألة مهمة للغاية وتتعلق بالصلاة وربما يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة ويقع فيها للأسف كثير من الناس تدرون ما هي متى يعد الإنسان قارئ؟ يعني يقال فلان قرأ متى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة متى يعد الإنسان قارئا؟ فقال أكثر الفقهاء أنه لا يسمى الإنسان قارئ بمعنى أنه قد قرأ إلا إذا تلفظ بكلام يسمع به نفسه صوت يسمع نفسه قالوا هذا أدنى أدنى الكلام أدنى الكلام أن يسمع نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا وذهب بعض أهل العلم إلى أن القدر الذي يحصل به الكلام والقراءة هو التلفظ وتحريك الشفتين فإذا حرك شفتيه بالكلام عد متكلم وقارئا طيب أين الإشكال؟ الإشكال في الصلاة كثير من الناس يعني يلاحظ عليهم أثناء الصلاة لا يتكلمون ولا يتلفظون يقرأ تلقاه يقرأ في نفسه يسكن مطبق شفتيه ويقرأ أنا إمام مسجد وبعد الصلاة ألتفت وأنظر إلى المصلين ألاحظ كثير منهم ما يتحرك ما يحرك لسانه بالقراءة فقط مطبق شفته إذا سألت قال أنا أقرأ في نفسي هذه القراءة لا تعد قراءة باتفاق الفقهاء لا تعد قراءة لا يسمى الإنسان قاريا يعني المرأة اللي تصلي وهي مطبقة على شفتيها لا تعد قارئة صلاتها غير صحيحة لا تصح لأنها لم تأتي بركن القراءة لأنها لا تسمى قارئة إلا إذا تلفظت هذا أقل تقدير وإلا بعض الفقهاء يقول لا بد أن يسمع نفسه طبعا إسماء لا يصي إلا حد الإزعاج والإضرار بمن بجواره القضية خطيرة أن كثير من الناس حتى تحريك الشفتي ما يأتي به يطبق على شفتيه وهذا خطأ كبير يمتع تلبه عليه وهذه المسألة لها ارتباط بمساء أخرى قراءة القرآن كذلك بعض الناس يفتح المصح في قعد ساعات طويلة ويناظر يقرب في نفسه هذه ليست قراءة هذه ليست قراءة يثاب عليها وإنما تأمل في القرآن يؤجر عليه لكن قراءة يثاب عليها ألف لام ميم ألف من حرف لا من حرف ميم من حرف لا ليست هذه من لا بد من تحريك الشفتي هذا أقل قدر من القراءة تحريك الشفتي قول الأذكار بعض الناس إذا جاء ينوم في نفسه يقول أذكار أنت في حقيقة الأمر لم تقل الأذكار ولا تؤجر أجر قراءة الأذكار فتلبهوا إلى هذه المسألة ولسيما في الصلاة يا إخوان في الصلاة لا بد من تحريك الشفتي هذا أقل قدر مجزئ من قراءة بارك الله فيكم